مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي هذا النهار ان شاء الله سنقدم لكم واحد حلقة ديال معلومات هامة حول إبرة تحصين الألانب ضد التسمم الدموي كما كتعرفو شهر ثلاثة ضروري كما عارفين الأمرار اللي كتجيف يعني على طول السنة على مدار السنة كين شهر ثلاثة شهر ستة شهر تسعة دبا نهدرو على هاد ليبرا تسمية ديالها معلومات على هاد ليبرا أولا هاد ليبرا كالتعباء مرة في السنة واخ الناس اللي غادي يقولوا لي شريناشي ألانيب وبغينا نحصنهم حصنهم ما شي مشكل هادي نقطة فايتة يعني وخاو يكون مولاهم في ديرهم تحصين معلش ديرهم تحصين ديالهم تاني حاجة شهر اللي كتكون فيها ثلاثة ستة تسعة هاد الشهر كتكون فيها المشكل هادي نقطة قينا نقطة أخرى أن هاد التحصين مشي ضروري أنه تا يكون المرضى باش نوضوح نهاية نجريو ونديرو لها نديرو لهم ليبرا ونقولوا غادي برا لا ليبرا عند المفعول ديالها كي يخدم فوقاش في خمستاشر يوم اللولة خمستاشر يوم اللولة ما كيخدمش هادك ما كيخدمش المفعول ديالها يعني فكرتوا بدكاء أنه ماشي غادي جي المرض وندقوليه ليبرا وغادي نقوله غادي برا ولا ما غاديش يبرا علاش لأنه المفعول باقي مخدمش يعني هادك ليبرا غايد ربناها يعني مشاك منها مشاونا الآن نيب ومشاك من الفلوس لا خس ليبرا هي كتحصين ماشي دواء مشي إيلاج مشي تكي مرض عباش كنديرو له الدواء لا خس ضروري أنه ليبرا الدار قبل باش مني يوصل للمشكيلي يعني التسموم الدموي مني يبقوا الناس يموتوا لهن تكون تايا سلكسي هادي نقطة الناس غادي يقولوا لي واخا فوقش اللاج اللي يقدروه نضربوه فيه اليبرا ووش تتعطى الحواميل ووش تتعطى الناس اللي يلا هولدو لهم هاد اليبرا كتتتعطى لجميع الأعمار إلا واحد بعد الفيطان بعد الفيطان ما كتتعطالوش وصبح الله ما كيمرضوش بعد الفيطان ما كيجيومش تسمون الدموي يعني شنو؟ هي كتبدا من عمر شهرين منين يكون عندهم شهرين ضروري أنكم تحصنوهم إلا كان قريب المرض أما إلا ما كانش قريب المرض يعني 3-6 ساعة ممكن أنكم تخليوهم 3 شهر الثالث يعني كل شهر ولكن فاتوا في الشهر يقول خطار عليهم تسموم الدموي يعني ضروري أنكم في ذلك الشهر هو اللي تلعبوه فيه يا إما إلا كان تسموم الدموي قريب ستحصنوهم بش 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 يتجاوزوا هذه المرحلة ديال إما الشهر ثلاثة إما شهر ثلاثة إما شهر ثلاثة إما شهر تسعة ولكن بعيد ماشي مشكل ولكن ما تخليمش يكون تلت شهر تلت شهر تصافي كيولي خطار عليهم كينا قادية انه ناس اللي عندهم شيء انتي الله ولدت ممكن انكم وقريب يعني قريب لها اللادات ديالها تسالي او قريب تلت ستتسع ماشي مشكل ممكن انكم تديروا لهم تحسين وما تخافوا عليهم والو اللي كنو عد عشار كذلك ماذا ما كان دروع لا اللي كتردع اللي كتردع ما غدي ما يطرع الهوال ان شاء الله قد كذلك اللي عشار اللي عشار تاية ممكن انكم تدربوا لها ديك اللي برا وما تخافواش منه الناس اللي غدي يسولوني على اسمية ديالها هي في حقيقة كنين بزاف اسمية ولكن اللي متداولة وفعالة يعني والناس مجربينها ورخيصة في التامان شي شوية وهي كتدير خمسة وثمانين درهم للعشر ديال العشرة ديال الافراد بالغين يعني ماشي ماشي يعني اللي كنو عد صغار لي صغار مو يمعنى الدكر بعدها اللي لغدي ساتيو من يكونوا عندهم كل شهر فما فوق يعني اينات او ضقور او حوامل او لوالدين و لا كتديرو لهم سنتيم سنتيم ولكن好的 quanto يزوجك بالشهرين ت'D'ديرل المنصف الكمية لكن ظامتن importante سنتيم 1 القضية هي اسمية متعددة ولكن المعروفة هي كوني بخافاك يعني دونها كوني بخافاك يعني هذا كوني بخافاك تقريبا كينا في المغرب كامل يعني في جميع المناطق نحن في المناطق الشرقية هنا كينا متعددة الأسماء ولكن كوني بخافاك كيستعملوها بزاف ويني انا تقريبا اخدام بغيبها ما مكن بدلهاش الناس اللي غادي يقولولي وحنا عدنا غي جوج حبات ولا ثلاثة حبات وبغينا دوا ولكن هي غالية احنا غادي نشريوها غادي غادي ننضيعو فيها كين حل يا اما تشريو يعني يكونوا انتوما جيران ولا وتشركوا في واحدة كين الناس اللي كيدلوا هالطريقة وكين طريقة اخرى اللي هي كين واحد النوع كين واحد احفوان واحد الناس اللي كيبيعو هالدواء بالديطاي كين واحد الفرماسيان هنا يعني الناس اللي ليستني في غرسيف مثلا واحد بلاد اسميته غرسيف صيدرياس هوارة كانت عامل معها اللي عمرها سلعة كي يبيع الدواء ديال كيني بخافة كيبيعو بالديطاي يعني ممكن انك تدعليه سنتيم واحد كيبيعو بتسعة درام بتسعة درام بالنسبة للفرد كبير وتعطيها واحد تسعة درام في مدة السنة مزيانة يعني تقلبوا على شي واحد اللي كيبيع بالديطاي راكين الناس اللي كيبيعو هاد الدواء ديال تسمون الدموي بالديطاي اسمية باش نعودها لكم كيني بخافة كيني بخافة كيني بخافة كيني بخافة هذي يعني كان ضن انه غادي يريحكم هالدواء لانه كي بالصح هو جيد فعل بالنسبة للتخزين يعني شي واحد ما قللي عالى حساب التخزين ما تحطوهش في تلج ما تحطوهش في تلج سخونيه وحطوه فالباب دير كلاجه كلاجه كتفتح لها الباب كي يكون لباب ما وصوش البرد بزف يعني ما تحطوهش فالتلج ومتحطوهش فالسخونيه يعني كتبغي جو سسة دراجة ولا تمنيه دراجة أكثر 8 درجة يعني تحطوها في الباب ديلك اللاجئة يعني هذه هي الطريقة ديل تخزين ديالي إذن الحلقة ديال نراها السائلات كنشكركم بزاف على التعاليق طيبة ديالكم مرحبا بكم الناس ماذا ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيووا على زر الجام باش تساندونا وتكيووا على زر الجرس كي يصلكم الجديد يلي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة